الحمد لله رب العالمين يعني نراها ونسمعها ولم يكن مثل هذا في العصور القديمة أنه كل شيء ينقل بالصوت والصورة وكل شيء مشاهد وكل شيء يعني موثق وبأنواع حتى عدة كاميرات للحدث الواحد ويعني من بداية الأحداث والناس الذين لديهم غير في هذه الأمة يتحدثون ويتكلمون ولكن لم يستطع أحد أن يفعل شيئا مؤثرا تأثيرا يغير المعادلة وهذا الكلام لم يدركه البعض إلا بعد أشهر من بداية الأحداث بينما يعني كان الإنسان يعني يطرح هذه القضية ويتكلم عنها من البداية أنه يا جماعة الخير ترى الوضع هذه الأحداث جاءت لتكشف عن حالة العجز في الأمة هذه الأحداث جاءت لتكشف عن حالة العجز في الأمة حالة العجز في الأمة هذه أدركها قلة من الناس من قبل الأحداث في قلة من الناس لديهم وعي معين لديهم إدراك لأحوال الأمة وطبيعة هذه الأحداث التي تجري فيها في مختلف المناطق ومن خلال هذه المتابعة وهذا الوعي وصلوا إلى هذه النتيجة قبل أن تأتي أحداث غزة لما جاءت أحداث غزة لم تكن إلا كاشفة زيادة كشف زيادة تأكيد وبالنسبة لكثير من الناس من شباب الأمة ومن مختلف الطبقات التي كان خاصة لديها غفلة بعضهم ما انتبه لهذه الحالة إلا مع أحداث غزة قبل أحداث غزة وين كان؟ نايم في العسل يعني كثير من الناس كانوا بعيدين ولا هم دارين عن أحوال الأمة لما جاءت أحداث غزة بدافع الغيرة وبيب يعني الضمير والإيمان الموجود في النفس حصلت هذه اليقظة يعني حصلت هذه اليقظة ومع الأسف وكما كان الإنسان ينبه اليقظة هذه حصلت لأناس بشكل مؤقت ثم انخمدت اللي كان من الشباب الأمة الإسلامية كان عندهم غفلة مسبقة كثير منهم استيقظوا قليلا ثم راجعوا إلى غفلتهم ليش؟ لأن التأثير هو عندهم متعلق بحدث طارق معين سريع ينفعل معاه الإنسان ثم يخبو الانفعال ليش يخبو الانفعال مع أن الحدث لا يزال قائما؟ لأنه لم يبعد عن أنفسه المثبتات اللي كانت موجودة أصلا فيه مثبتات أصلا ومقيدات اختيارية وليست جبرية دعنا نتكلم عن جبرية بعد شوي جيد؟ غفلة وله طبيعة حياة معاصرة يعيشها الإنسان كانت تقيد الناس لما جاء الحدث بقوته وضراوته ونيرانه مع القصف والقتل والأولاد والقطع الأطراف والدماء واستيقظ الإنسان كأنه نفض عن نفسه لكن لم تكن الاستيقاظ عاطفية هؤلاء فئة وفي فئة أخرى لا استيقظوا استيقاظا طلقوا بسببه الأسباب الغفلة وأسباب التفاهة والأشياء اللي كانت مقيدتهم وأدركوا بدافع الحمية للدين أن الأمة يراد بها كيد عظيم وأن هذه الغفلة لا يصلحا تستمر جيد؟ وهؤلاء الذين استيقظوا والفئة أيضا القديمة اللي من أول عندها وعي الآن صار عندنا فئتان متيقظتان واحدة من زمان فاهم الوضع ولكنها قليلة في فئة للتو استيقظت هذول كلاهما لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا يغير المعادلة يغير المعادلة فمنهم من هؤلاء الذين لا تزال لديهم يقظة من أصيب باليأس والإحباط لم يصب بيش الغفلة والتفاهة ما كانت مشكلته الآن أنه في مقيدات اختيارية حوله لا المشكلة أنه يأس ليش يأس؟ لأنه لما يستيقظ صح تطع أسباب الغفلة لكنه هو ظن أنه إحنا مدام استيقظنا فالآن هنقدر نغير المعادلة بالكامل الآن ووجد أنه يكتب في شبكات التواصل ويعني حتى ممكن يكون خرج في بعض المسيرات ولا المظاهرات ولا الايش وتكلم ورفع صوت وكذا بعدين رجع معرف أنه ما تغير شيء وأنه الحرب أشرس من المتوقع وبالتالي يعني رجع إلى مربع سلبي وهو مربع اليأس والإحباط أنه طيب ليش نسوي يعني ليش نسوي مشكلة هذا المربع أنه حتى موضوع الدعاء والاستغاثة بالله يجعلك تقطعها يجعلك تقطعها لأنك أنت ما تدعو إلا في أمل فإذا زال أملك وقعت في اليأس والإحباط حتى الدعاء والاستغاثة والابتهال تقطع والبعض كمان يفهم كلام بعض الدعاء خطأا أنه الدعاء ترى ما يقبل إذا أنت يعني ما إيش الفائد أنكم تدعو الأمة يعني في كذا وإلى آخره فخلاص يزيد القضية إشكالا على إشكال وسوءا على سوء فلا هو اللي بقيت فيه جذوة الحمية متقدة ولا هو الذي أمد بالدعاء ولا هو الذي غير شيء من الواقع ولم يزد على أن رجع إلى مربع آخر مساوي لمربع الغفلة هو كان في مربع الغفلة زمان لكنه استيقظ لكنه بعد اليقظة انتقل إلى مربع مساوي لمربع الغفلة اللي هو مربع إيش اللي يعسو الإحباط وباقي ناس لا يزالون على تل الوعي والأمل وغالبا هؤلاء هم أصلا من زمان عندهم وعي عندهم أمل عندهم فهم للواقع وعندهم إدراك لحالة العجز التي تعيشها الأمة وكثير من الذين تفاعلوا مع الأحداث من البداية ظنوا أنه مشكلة الأمة أنه كأنه للتو بدأت مشكلات الأمة عارف أنه الأمة عايشة ببرخاء وسعادة وعز الحمد لله وسبحان الله فجأة كذا صار في ضرب على الغزة جيد هؤلاء أبعد الناس عن أنهم يفهموا شيئا حقيقيا في الواقع وأنهم يمكن أن يغيروا شيئا فيه ولما كان الواحد أو الناس التي تكتب في البدايات بعض الكتابات التوجيهية هذا العرط يجعوا أقول لا تتكلموا روحوا غيروا المدري استنفروا الناس وكذا وإلى آخره ويظنون أن الكلمة التي يمكن تقولها بصيغة معينة في شبكات التواصل ستغير الواقع وستزيل هذه القيود لأن الأمة أصلا بخير وعز وكل شيء وفجأة جاءت أحداث هذه القضية ليست كذلك جيد طيب يا جماعة الخير الأمة سابقا قديما في التاريخ كان عندها صمامان أو صماما أمان للحفظ صماما أمان تحفظ به تحفظ به في دينها نفسه وتحفظ به في حتى وجودها الصمام الأول هو صمام حملة الدين والعلماء والدعاء والمصلحين الصمام الثاني هو صمام السياسيين والحكام والخلفاء حنتكلم عن التاريخ الآن جيد هذاني صماما أو صماما أمان للأمة في مراحل التاريخ مرة يجتمع السببان لحفظ الأمة فتجد الأمة تعيش أعلى مراحل العز لما يجتمع الأمران على مقصد حفظ الدين ورعاية الأمة ولما يختل أحدهما تجد أن الأمة تسير بجناح منكسر وإن كان هناك جناح آخر ينهض بالسير جيد وفي أمثلة كثيرة في التاريخ هذه كلمة سريعة ما نريد أن نذكر عدد من أمثلة لكن أشياء سريعة بداية الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان الخلفاء الراشدون كان زمن الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدون جمعوا بين الأمرين خليفة هو السياسي وهو الحافظ للدين جيد لما تقول عمر عمر هو القائد السياسي صاحب القرار وهو اللي يحفظ الدين من جهة العلم ونقله وأمانته ودين الناس وما إلى ذلك جيد اجتمع الأمران في مراحل أخرى ظل جناح العلماء والدعاء محافظا على فكرة حفظ الأمة وفسد الجناح الآخر جيد في مراحل متقدمة من التاريخ هذا مثلا خلينا نقول مثلا وقت فتنة خلق القرآن وقت فتنة خلق القرآن الدولة بقرارها السياسي تبنت إيش إفساد الدين جيد في درجة من درجات هذا الإفساد وتبنتها بقوة إلى درجة القتل جيد المفترض طبعا كان في وقت عز الدولة العباسية فأنت تتخيل أنه بما أنه القرار السياسي وبقوته وعزته وبأسه وجبروته يتبنى هذه القضية فأنت تتخيل أنه إيش راح يصير طبيعي أنه الناس ستنقاد وأنه سيفرض هذه القضية فرضا كان هناك جناح العلماء مستقلا ولديه قوة وكلمة ومع كل ما فرض من الجهة السياسية بالحديد والنار إلا أن كلمة العلماء كانت أقوى وأعلى وكان الجميع يتبع أولئك العلماء إلا من شذ وعلى رأسهم كان الإمام أحمد الذي جلد وسجن ومنع حتى من الدروس ومع ذلك ينتظر الناس كلمة الإمام أحمد هو كان المعيار عندهم يقول لهم لا تسمعوا من هذا الشيخ وأسمعوا من هذا الشيخ بقدر ابتعاده أو اقترابه من هذه الفتنة التي تبنتها الدولة جيد فحفظ الدين هناك بأي شي كان فيه ليش طيب ليش الناس استمعت للعلماء ليش كان للعلماء تأثير حقيقي لسببين السبب الأول أنهم أصلا قائم العلماء أنفسهم جعلوا الحق أعلى من السياسة أعلى من الأشخاص أعلى من المؤثرات هم عندهم شعور في أنفسهم أنهم الأمناء على هذا الدين والحملة له وهم البوابة التي من خلالها يصححون ويضعفون ما يتعلق بالدين قربا وبعدا ويدخلون ويخرجون جيد فكانوا قائمين بالحق مستقلين في قيامهم هذا جيد وكانوا يتوارثون هذه القضية لأننا نتكلم عن جيل لسه مبكر لسه مبكر فتوارث هذه القضية عن تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة ولو تلاحظ ترى ما هو شيء شاذ الإمام أحمد كذا فجأة صار لا أنت لما تروح إلى سعيد بن المسيب مثلا ستجد أنه هو اللي هو طبعا سعيد بن المسيب سيد التابعين شفت التابعين على مختلف طبقاتهم وبلدانهم وصلاحهم وأحوالهم والأسماء الكثيرة سيد التابعين سعيد بن المسيب وإمام التابعين سعيد بن المسيب لما تروحوا سعيد بن المسيب إيش موقف؟ تجد نفس الموقف ووقته كان قد حصل شيء من التغير في هذا الإشكال السياسي تمام؟ المصيبة الكبيرة التي تحصل في الأمة الإسلامية حين يسقط الجناحان سويا حين يسقط الجناحان ويفسد هذا الجناحان هنا تحصل الإشكالية الكبيرة جدا خاصة إذا كانت ظروف الحياة وطبيعتها يعني مختلفة ومقيدة بطريقة غير الطريقة التي عهدتها الأمة الإسلامية جيد؟ نحن مثلا اليوم يا جماعة الخير في ظل يعني طبيعة الحياة الحديثة طبيعة نظام الدول المعاصرة التي الذي يعيشه الناس سواء المسلمين أو غير المسلمين في العالم هو نظام جديد هو نظام جديد وفكرة النظام هذه يعني هذه هي أصلا يعني من مرتكزاتها الأساسية هي سحب خيار الأمة كل شيء هو يصبح تحت جناح السياسة جيد؟ فالأمة لا يصبح عندها قرار هذا الآن في كل مكان يعني فيه استثناءات فيه أحيانا يصير فيه نفس النظام السياسي يكون عنده خيارات متصلة بالشعب واختيارات هذا شيء آخر لكن بشكل عام الأنظمة السياسية الحديثة النظام السياسي المعاصر هو نظام قائم على فكرة أنه يحتكر كل شيء جيد؟ وأنه أنت عبارة عن إنسان معلق معلق مرتبط بهذا الأب الكبير الذي يعطيك ويطعمك ويشفيك ويشفي يداويك طبعاً كله ليس لهم هذا في حقيقة الأمر لكن أقصد أنه هذه هي الصورة أنه هو يطعمك ويسقيك ويداويك ويعطيك المال ويسحبه منك وكل شيء وبالتالي أنت لست إلا إنسان شطور تنام بدري تصحى تروح المدرسة وترجع تنام ثاني بعدين تروح الجامعة وترجع بعدين تنام ثالث تروح الوظيفة وترجع وأكبر شيء تخاف منه هو أن تفقد هذه الطبيعة التي ليس أنت اعتدت عليها كل الناس اعتدت علي خلاص وبالتالي لما تأتي أزمات كبرى مين اللي متوقع منه أنه يغير المعادلة هو الذي بيده كل شيء صح ولا لا هو الذي يحتك لكل شيء أصلا هو أنت إنسان ما لك ما لك شيء أنك أصلا ما لك وجود ما لك مساحة وجود ما لك مساحة إمكان فعل واضح الفكرة فبالتالي مين اللي متوقع أنه ممكن يغير المعادلة الناس التي بيدها هذه القدرة شيء طيب الآن مجرد هذه الفكرة مع وضوحها في الواقع كثير من الناس ما يفهمون ما يفهمون هذه الفكرة جيد فلما تأتي أزمات فكل واحد يصيح من جهته مين يسوي كذا وليش ما تسوي كذا وإنت سوي القضية ترى ما تحتاج توزيع اتهامات لا تحتاج القضية توزيع اتهامات القضية واضحة تماما من الذي يستطيع أن يفعل من الذي يستطيع أن يغير المعادلة من الذي يستطيع كذا ومن الذي لا يستطيع في حالته الراهنة ولما نحن نصف هذه القضية مو معناه أنه الحمد لله تعرفنا على عجزنا إذن هل أمو لننام أيضا مرة أخرى والحمد لله أنام وأنا أجهل كنت أنام وأنا أجهل أني عاجز الآن صرت أنام وأنا أعلم أني عاجز فالمطلوب مني أن أنام في المستقبل وأنا أعلم أني عاجز ونتهينا وصل لهم على مو هذا هو المطلوب مو هذا هو المطلوب جيد لكن لازم يكون فيه فهم ووعي وهذا الفهم والوعي هو شرط لأي إصلاح يمكن أن يحصل طيب الآن يا جماعة الخير حالة العجز حالة العجز الحقيقية هل يعذر فيها الإنسان إذا هو ما استطاع أنه يغير معادلة معينة يعني أنت الآن لما تشوف إخوانك في غزة الآن ويحصل لهم ما يحصل طيب أنت بكيت وصرخت لحالك ورميت الأغراض في البيت وبعدين رحت دعيت وجلست مع الناس اللي عندهم غيروا وتكلمت وسبيت للناس اللي ما سووا شيء وخلصت طيب طيب يجي واحد يقول لك طيب أنت ليش زعلان يا خي روح روح غير المعادلة يلا روح الآن فهو لما يصطدم مع الخطوة العملية أنه إيش يسوي هو فعليا عاجز هو فعليا عاجز صح؟ طبعا هو عاجز عن مثل ما قلنا الخطوات اللي تغير المعادلة وإن كان يستطيع أنه إيش أيوة يستطيع أن يفعل أشياء تؤثر تؤثر ومن أهمها وأعظمها على الإطلاق الدعم أو التبرع المالي وهذه تفيد وتؤثر وبالفعل هي تؤثر وتفيد المتضررين بشكل واضح ومنها النشاط الإعلامي ومنها إيقاظ الله هذه كل أشياء تؤثر ترى مو بس تؤثر رح أرجع بعد شوي إن شاء الله على فكرة أنه إلى أي مدى هذه الأشياء تؤثر وأنه إلى أي مدى يجب أن تبقى إلى أي مدى يجب أن تبقى هذه الأشياء اللي هي لن تغير المعادلة تغيرا جذريا ولكنها في نفس الوقت تؤثر تأثيرا إيجابيا يجب أن يبقى وزوال هذا التأثير الإيجابي المحدود مصيبة وكارثة والعدو لا شك أنه يرصد هذا التفاعل المحدود وأنه متى ما قل هذا التفاعل أو إن عدم تجرأ أكثر إلى درجة قد لا تتخيل إلى درجة قد لا تتخيل ولذلك الحفاظ على هذا القدر ضروري وواجب ضروري وواجب جيد؟ وكونك يأست أو أحبط فهذه بسبب شكال الوعي والتصور عندك أنك ظننت أنك من بداية الأحداث تستطيع أن تغير كل شيء واضح الفكرة؟ طيب أنا بس أتكلم الآن عن أنه هل يعذر الإنسان أو ما يعذر هنا ليس لتأصيل العجز أظن أنه واضح كل سياق الكلام بس حتى نفهم الاستوعب يا جماعة في البخاري حكى ابن مسعود رضي الله وتعالى قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع عليه سل الجزول يعني هذه ولا أي مآسي سمعناها؟ هذه صحة أو لا النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يسجد الآن أمام الكعبة ويأتي الفاجر الكافر فيضع عليه سل الجزور أشيمة وأوساخها وهي أصلا مرمية ويضعها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون ابن مسعود كان حاضرا للمشهد رضي الله تعالى عنه كان حاضرا للمشهد ولم يفعل ولا شيء ثم عبر عن هذا الكلام بشكل واضح في صحيح البخاري وقال هكذا قال في جملة واحدة قال وأنا أنظر لو كان لي منعة بهذا النص يقول وأنا أنظر لو كان لي منعة هي لو كان لي منعة لفعل شيء ما هو ما قدرس ينظر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو قدرس إلى أن جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت هذا السلع الجزور طبعا لو كان في زمننا هذا جاءت فاطمة طبعا وقتهم كان يحترموا أنه هي بنت وإمرأة وكذا وعيب عيب أنه رجال شنبات وليحة صح أنهم كفار ومشركين وكل شيء بس عيب بنت صغيرة يتعرضوا لها عيب فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالت سلع الجزور هي عارفة أنه ما رهت طبعا سبتهم شتمتهم كل شيء وما سكتهم لو كان في زمننا هذا الله يعني مش كان يسير فيها رضي الله تعالى طبعا لأنه زمان انتهكت فيه الحدود الاعتبارات المرؤات الأخلاق كذا ومع كل هذا الانتهاك يأتيك من يفعل هذه الانتهاكات يقول شفتوا شيء هي عادي سوريا اللي يقصف ويذبح فيها 12 سنة ولا 13 سنة بعدين عادي يحاضر عن الحقوق الإنسان وعن هذا وعادي شفتوا شيء في أحد قتل أحد شفتوا شيء في أحد شاف معاسي أو في أحد شاف كيما هو ونضرب في سوريا أو شيء يقول مين تجيبوا الأخبار ما في شيء عادي نتكلم مع بعض عن حقوق الإنسان ونتكلم عن الأمور ولا العالم ماشي بهذا الطريق جيد ماشي بهذا الطريق ولا مرتمع عادي ما في شيء ليش زعلني تمام في ذاك الوقت لا انه هذه امرأة وأنثى وكذا وما حد يسوي شيء ويحترموا فجاءت فاطن أسرع الفكرة الآن انه بن مسعود لما قالوا أنا أنظر إيش لو كان لي منعه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه وهو يعيش في مكة ماذا كان يفعل للمعذبين من أصحابه وهم في نفس البلد يعني هو أماءهم معه في نفس البلد انت الآن بينك وبين هذه البلدان حدود وحدود وحدود ونيران وأسلحة ودمار وخنادق وأهوال جيد يأتي خباب والمعذب المبتلى فيقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا حتى بس يعني ألا تستنصر لنا طبعا هو يطلب الدعاء الفكرة انه إيش انه الدعاء للآن ينهي المشكلة أنا هنا أوقف أقف عند نقطة في غاية الأهمية لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي خباب ولكنكم قوم تستعجلون الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي خباب ولكنكم قوم تستعجلون خباب وين كان كان في قصره منعما مستريحا تمام وبعدين تألم لأحوال المسلمين فقال يا رسول الله لا تدعو الله لنا ولا تستنصر لنا فقال له لكنكم قوم تستعجلون من وين جاء خباب جاء من تحت الحديد والنار من تحت الضرب خباب جاء من تحت النار والضرب وجاء متألم ولما جاء يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكنكم قوم تستعجلون يقول له ولكنكم قوم تستعجلون هذا يجمع ديننا وهذه الأشياء المروية فيه ثابتة وهذا في البخاري وهذه الأشياء وهذه الأشياء التي تؤسس وعي الإنسان المسلم الحقيقة ثم أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكم لستم إلا حلقة في سلسلة تعرضت لنفس ما تعرضتم فكان دليله صلى الله عليه وسلم على ما يقول لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم وذكر له أشد مما لاقا شيء ثم حصل بقية الحديث وبشره بالمستقبل وقالوا ولكنكم قوم تستعجلون طيب إحنا يا جماعة الآن في مثل هذا الواقع إحنا مو هذا الكلام هذا بس الكلام للغيورين هذا الكلام مو لل التافهين لأهل الغفلة للي عايشين بعيد عن واقعهم للي تمام لأنه أنا ملاحظ خاصة في الفترة الأخيرة أنه الجلد اللي جالس يسير في شبكات التواصل كذا جالس يوجه للقلة هذه الغيورة اللي فيها الخير قلة هذه الغيورة اللي فيها الخير يوجه توجه عليها السياط وكأنه هم ما يشعرون بشيء لا هم يبكون دما ما يصير السياط توجه لهؤلاء بالعكس هؤلاء يجب أن يعني يفكروا بعيدا عن هذه السياط الشديدة في تفكير عملي حقيقي كيف يمكن لهذه الأمة أن تخرج من حالة العجز واضح الفكرة هذه السياط من الأولى بها الأولى بها فئات فئات جيد فئات قال لي يا الله لا أدري إيش الفلسطين والكلام المسلمين والأمة يا ابن الحلال نتوي أخذ شهادة الجامعة متوي شايف حياتي ودخل في مشاريع تجارية والبلد ناهض وفي مشاريع اقتصادية كثير ونشوفنا مكان في شبكة رجال الأعمال اللي جايز تنهض أرصدتهم المالية ونحن لا أدري إيش وكذا والأخير إيش إحنا ما نتكلم عن مشكلة التجارة هذه مو مشكلة ونعمل المال الصالح للرجل الصالح إحنا نتكلم عن اللي يقول لا تزعجونا لا حتى لو ما قالها لفظا اللي ما يبغى ما يبغى شي يدخل عنده يخلي ضميره يشتغل هو يبغى يعيش بدون ضمير هو فرحان هو عنده مبردات ضمير معينة جيد اللي هو إيش إنه الحمد لله أنا أصلي مثلا خلاص يا عمي يعني الحمد لله إحنا يعني إيش نسوي الله عالم بما في القلوب نقطة وخلصنا وحياته بعيدة كل البعد عن أن يكون فيها أي شيء هؤلاء أولى بالصياط هذا هذا اللي لازم ما ينام مرتاح هذا لازم يجلد بالصياط إليه من يحس أنه ما عنده ضمير جيد طيب إحنا ما نتكلم فضلا عن من إيش فضلا عن الجالس أصلا يروج للفساد وينشر الفواحش وجالس يلهي شباب الأمة هذا الآن شيء آخر يعني مستوى آخر نحن نتكلم لا عن مستوى بس إنه الواحد يعني إيش ما يبغى أحد يشغله في شيء متعلق بالقضايا الأمة يبغى يعيش كذا بارد ومرتاح هذه فئة من التي تستحق السياط وفئات أخرى وفئات أخرى طيب الآن وين المشكلة المشكلة الحقيقية هي في الاستسلام لهذا العجز أول شيء إذا في أحد يقول ما في عجز حقيقي فإحنا نقول له الله يجزيك الخير على غيرتك ولكن أنت من تفاهم الواقع من الآخر ما تعلم ما أنت تفاهم الواقع ولن تعايش معنا في هذا الزمن وكل ما تيجي أزمة من الزمات الأمة الإسلامية يجيك ناس كذا يعرف يبغي يتجاوز هذا الواقع كله يقول لك أبدا أنا أبغى الحل هو الحل يبدأ من واحد لين عشرة يقول لك الحل يبدأ من عشرة تمام لكن المطلوب هو الخروج من حالة العجز والخروج من حالة العجز يا جماعة الخير لما يكون العجز هذا له سنين طويلة فلا يمكن أن يكون هذا الخروج من حالة العجز مفاجئ ولا يمكن أن يكون الخروج من حالة العجز على أيدي أناس مشغولين في هذه الحياة الدنيا وزي ما قلنا في قبل في المقطع حقه الناس اللي يجب أن يفرغوا ناس لخدمة الدين يا جماعة لما تحصل حالة من حالات العجز العظيم على الأمة الإسلامية يجب أنك ترجع إلى الجذور وإلى المقدمات المعادلة وتغير فيها عشان تطلع النتائج مختلفة وصحيحة وقادرة على التأثير في الواقع وإلا إذا استمريت في نفس الطريقة اللي يتعامل بها الإنسان نفس الشيء نفس الشيء بالعكس ترى الواقع جالس يزداد سوءا لو تنظر مثلا الأمة مثلا وقت أحوال أحداث البوسنة والشيشان مثلا سابقا تركان الوضع أحسن حتى كان المستوى العام في التفاعل والقدرة على التفاعل كان أحسن بكثير جدا جيد الآن يا جماعة اللي مو فاهم واللي مو عارف ترى وجهت على الأمة صياط داخلية فعلا قضت على ما بقي وفككت يعني حتى داخل النفوس أشياء كثيرة جدا إلا إما جاء الحال الآن ما فيه ما فيه يعني العجز مضاعف ومن زمان فيه مشكلة بس الآن العجز مضاعف والمشكلة مضاعفة طيب لما تنظر في الأحوال أحوال الناس طلاب العلم شباب معهم حفاظ تخرجين من معاهد قرآن حملت شهادات شريعة ملازم بس هؤلاء عموم المسلمين تجد أنه يا جماعة أننا نحن نعيش واقعا لا أمل فيه إذا استمر هكذا لا أمل فيه إلا إذا بتضحك على نفسك إلا إذا بتضحك على نفسك طيب إيش الفكرة؟ رح نبكي أكثر؟ لا الفكرة لازم نتعامل تعامل استثنائي تعاملا استثنائيا يعاد تشكيل الوعي من جديد يعاد إنتاج النخب التي بالفعل يكون لديها وعي كبير وقادر على قول الكلمة المؤثرة المفيدة الموجهة التي تضع يدها على الجرح على صناعة أجيال فعلا تحملهم بالإسلام وتنصر هذا الدين وبالمناسبة شوفوا الواقع شوفوا الواقع إذا رأيتم في الواقع وناس لديهم تأثير قوي في أي بقعة تمنبقى حتى البقعة اللي فيها حروب الآن وفيها قصف وفيها دنيا إذا وجدتم ناس لديهم قدرة على نصرة الإسلام والسلمين ترى أنت ترى رأس الجليد بس كان فيه جذور سابقة هي التي تجعل الإنسان قادرا على أن يؤثر في هذا الواقع غير كذا كلام فاضي غير كذا أنك أنت تتخيل أنه أنت فجأة كذا تصحى تأثر في الواقع ما رح يصير ما فيه فعشان كذا لما الواحد يقول يا جماعة ولكنكم قومون تستعجلون قلتك لا لازم الآن يتغير كل شيء هذه هي الإشكالية الكبيرة جدا ولذلك يعني اليوم بناء المؤثرين في واقع الأمة الإسلامية هو أعظم ثغر يقوم عليه أي شخص يعمل لهذا الدين العظيم ولكن كما قلت بمعايير جديدة بمستويات مختلفة بأناس وهذه الفكرة أكررها وأعيدها يجب أن يفرغ أناس وأناس من هذه الأمة لخدمة الإسلام والمسلمين فقط وعلى الأسر والأهالي والمتبرعين والجمعيات والمؤسسات أن يكون من أولى أولويات عطاءاتهم لمثل هذه الفئة وإلا في ظل هذا التقييد الدنيوي الذي يعيشه الناس وأكثرهم مع هذا التقييد لم يحصل من دنيا ما يشفي صدره بهذا التقييد الدنيوي لا يمكن أن يتغير شيء ما يتغير شيء إحنا جماعة الآن ما نمزح إحنا جلس نتكلم عن أنه ترى المسجد الأقصى في خطر المسجد الأقصى في خطر طيب بكرة لو يهدم المسجد الأقصى إيش يسير إيش يسير إنت إيش راح تسوي إذا كان الأمة عايشة في هذه حالة الغفلة وحالة التيه وحالة أنه ما أحد عارف شيء كذا وحالة أن الإنسان غافل إلي ما يجي حدث تكلم ما تشوي بعدين تكتشم أنك أنت ما تقدر تتسبح ولا أنت قادر تسوي شيء بعدين تلعن الجميع وترجع إيش تسوي طيب إلى متى يعني كثير من الناس وهنا يأتي اللوم المضاعف على النخب الإسلامي جيد نرجع للنقطة الأساسية اللي هي الدين يحفظ إما بي وإما بي إما بي وإما بي إذا ما حفظ بالجانب السياسي يبقى الجانب العلماء الجانب هذا على مرة التاريخ فإذا لم يحفظ بهؤلاء فإذا لم يحفظ بهؤلاء وهذا غالبا لا يكون إلا تقصيرا منهم جيد تقصير في الوعي طبيعة أي كان الأسباب فهنا يكون الواجب أو من أعظم الواجبات وإيجاد من يحفظ به الدين من هؤلاء واضح الفكرة واضح الفكرة يا جماعة والمواضح هذه قضايا يا جماعة في غاية الأهمية أما ما يجري الآن وهذا السعار الشديد من أعداء الله المجرمين في قتل الأطفال والنساء وانتهاك الحرمات فأنا أقول لكم يا جماعة الخير بإذن الله تعالى هذا ليس ليس إلا السبب الأهم والأساسي ومقدمات زوالهم الأبدي بإذن الله لأنه هم نسجوا روايات وروايات تبرر وجودهم واحتلالهم وترسم لهم صورة معينة وترسم لها وسعوا وسخروا أموالا وقدرات هائلة لرسم هذه الصورة لأنفسهم جيد ثم في هذه الأشهر دمر كل شيء دمر كل شيء ومن بقي من هذه الأمة عنده شيء من الصورة الحسنة تجاههم فهو خائن وإذا لم تنبذه الأمة يعني من لا ينبذه ويستحق اللعن أو النبذ أو أي أن كان لأنه خلاص يعني كل شيء لهدكي ما بنوه قد فعل ولا مناص أن تكون هذه حقيقة ثابتة وبالمناسبة يتألمون منها آلاما شديدا تألمون منها قضية التبرير والرواية والمظلومية وإنه إحنا ما كذا وإحنا دائما مظلومين وإحنا دائما ما ندري إيش هذه يعني في صميم فكر أولئك القوم في صميم فكر أولئك القوم وعرفين التاريخ التاريخ الحديث والروايات اللي هما يعني إلى أن استصدروا فيها قوانين واللي ما يعترف أنه إحنا صار لنا مدري إيش مدري إيش سير فيه ولي مدري إيش ولي كذا هذه أساس في رواياتهم وأساس في فكرهم وأساس فيه وحتى الآن في تحسين صورتهم وأنه إحنا ومتحدثين باللغة العربية وحسابات باللغة العربية وإحنا مدري إيش والكلام والازدهار والسلام والأمان وتصوير الحدائق والمدري إيش ولكذا هذا كله مو كلام فاضي هذه ناس تبدل فيها أموال هذه كله اللي صناعت رواية معينة هذه الرواية تحطمت بكل ما تعنيه الكلمة تحطمت أي شيء الآن تبنيه أنت أيها المجرم في المستقبل ما فيه هو مبني على جرف نهار ما فيه شيء كل شيء تحطم كل شيء تحطم ولذلك الحفاظ على يعني هذه الحقيقة وغرسها بكل أنواع الغرس في الأمة هو أساس أساس في التفاعل مع هذه القضية والغفلة النسيان تبريد القضية كذا هذه كلها خيانة هذه كلها خيانة أما بالنسبة لي إخواننا في غزة والذين ينالهم ما ينالهم من هذه الشدة واللأواء والأهوال والكربات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وإذا أردنا أن ننظر بمعيار الدنيا والآخرة وبمعيار أننا جميعا صائرون إلى الله سبحانه وتعالى ومبعوثون ليوم لا ريب فيه وأن الموازين ستنصب والحساب سيكون في الآخرة والثواب سيكون في الآخرة فلو تخيل المسلم المبتلى بمثل هذه الابتلاءات مقدار الأجور التي سيجدها عند الله سبحانه وتعالى ترى مو مبالغة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أن الشهيد هو الوحيد الوحيد من بين كل من يدخل الجنة من المؤمنين الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليس ليعوض ما فات وإنما ليقتل وليس ليقتل مرة واحدة بل كما في البخاري ليقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة في رواية لما يرى من فضل الشهادة نحن نقول هذا ونحن نتقطع ألما ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه ويفرج كربات المسلمين لكن كون الإنسان يعجز عن مستوى معين لا أقل من أن يثبت أخاه ويذكر له شيئا مما قد يزيده صبرا وإيمانا بإذن الله تعالى فمن قتل شهيدا فهو عند الله بمكان عظيم 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 وأنا أتخيل حال من اختاره الله شهيدا ومن بقي في الابتلاء والشدة الذي بقي في الابتلاء والشدة يبكي على من فقد والذي فقد هو فعليا يضحك ويفرح يفرح يفرح هذا صنوارد في الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياؤن عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله طيب ولي من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع عجر المؤمن ومن صبر أمام هذه الأهوال والكربات لا تسني عن تكفير الذنوب لا تسني عن القرب عند الله لا تسني عن الدرجات العلية لا تسني عن وعن وعن مما عد الله سبحانه وتعالى من النعيم للمؤمنين والله سبحانه وتعالى في كتابه من أول كتابه إلى آخره يؤكد لنا دائما أن المحل الأعظم هو في الآخرة حتى لما قال ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون أنت تنتظر إيش تتمت الآية يقولك إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصال يا جماعة إحنا أهل يعني إحنا عايشين في الحياة الدنيا إحنا موازيننا موازين الحياة الدنيا مهما كنا مؤمنين ما نقدر يعني إيش نتخيل إيش معنى الآخرة إحنا عايشين في الدنيا ونجلس ننظر بمقياس الدنيا الله سبحانه وتعالى يتكلم بميزان الآخرة جيد لما يتكلم بميزان الآخرة يعني ترى القضية كالتالي إنه إنه في يوم هو أصلا موضوع للحساب هو أصلا موضوع للحساب موضوع للجزاء موضوع لمعاقبة الظالمين موضوع لإثابة المحسين هو اليوم جعله الله لهذا الغرض ومد في هذا اليوم حتى كان يوما طويلا جدا وليس إلا بابا للخلود جيد أصلا ترى بهذا المبدأ فقط قد تقول أنه المفترض في الدنيا كذا بتفكيرك المبدأ يعني أنه ما يكون فيه ولا جزاء ولا شيء ولا معاقبة لأي ظالم ولا شيء أصلا يعني هي كذا بما أنه في يوم أنا أقول لك ومع ذلك من رحمة الله ومن تمام عدله وإحسانه أنه جعل في الدنيا شيئا شيئا من هذا الجزاء ومن هذا العقاب للظالمين والمجرمين وجعله على قوانين وعلى سنن ثابت جعله على قوانين وعلى سنن ثابت جيد وجعله داخلا وجعل داخلا فيه قضية التكليف الشرعي بدفع الفساد والظلم فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض كثير من المفسرين هنا يقولون ولولا دفع الله الناس أي بالجهاد في سبيل الله بعضهم بعضهم بالجهاد في سبيل الله وخاصة آية الحج تفسر بالجهاد أكثر لي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير بدليل أن هذه الآية آتية بعد إيش أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير الذين إلى آخر الآيات واضح وبناء على ذلك الآن الأمة بنخبها بأهل الغيرة فيها بالناس الطيبة فيها بين خيارين يا إما نرجع لأساس القضية يا إما أن ترضى بالأسباب التي أدت إلى حالة العجل هذه وتورثها وهذا مع الأسف هذا جزء من الوزر تتحمله كثير من أبناء الأمة أنهم يورثون حالة العجل وإذا كان العجل بدرجة معينة في الأبناء فهم يحقنون الأبناء بمزيد من جراثيم أفكار العجل يعني إسهام إسهام كثير مع الأسف كثير من الآباء في حق أبنائهم بأفكار العجل تم بنجاح تام تحقق بنجاح تام على مستوى الأمة خلال سنوات ماضيات المطلوب أن تغير هذه الحقنة هذه الحقنة تغير محتوياتها تصبح حقنة الإيمان والوعي والتضحية وبذل الأعمار والأوقات والأفكار في سبيل الله والأموال وحمل الهم وتوريث هذا الهم بين المسلمين وإلا نرجع ونقول ونعيد ونكرر إيش لا تنتظر شيئا هذا خيار خيار العجل والرضى به ومزيد من التوريث وهو الخيار الآخر خيار العدم الرضى بهذا العجل وهذا يتطلب وعيا وإيمانا تفكيرا حقيقيا وأن يكون أن يربى من يؤمل أن يكون من علماء هذه الأمة على أن يكون من حملة الدين ومن المتفاعلين مع قضايا الأمة جيد أما فكرة علماء أو طلبة علم لا علاقة لهم بهذه المصائب والأمور التي تحدث في الأمة الإسلامية فهذا يعني أمر يعني يصعب تصوره أصلا بمنطق حفظ الدين والاعتمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لحملة العلم في هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر إخواننا وأن يمن عليهم بالفرج ويجمعة الخير مع كل ما يجري ترى هناك أمل وهناك تفاؤل والصبر العجيب الذي سطره كثير من أهل غزة في هذه الأحداث هو صبر يبشر بخير يبشر بخير لأنه صبر بمستوى لا يكون إلا من عند الله فهو يبشر بخير في الثبات والتضحية والتوكيل الأمر لله سبحانه وتعالى والتسليم والرضا هذا كله أمر عجيب جدا يحصل فهذا مبشر بخير كبير وبخير عظيم ولا شك ولا ريب ولا تتردد ولا يخطر في بالك أصلا شك في أن العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين والإسلام قادم وعزة وعزة الله سبحانه وتعالى كما قال فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا العزة لله جميعا الله سبحانه وتعالى قضى وقدر ونحن من بقضاء الله وقدره ونفعل ما ينبغي علينا أن نفعله ولا أنسى أن أؤكد على أهمية المحافظة على قدر التفاعل المؤثر الذي لا يغير المعادلة نحن نعرف أنه لا يغير المعادلة ولكنه مؤثر وضروري أن يبقى ويزداد ليس فقط يبقى يزداد أن يفكر المسلمون ويفكر النخب وهذا يتفاوت بتفاوت البلدان بعض البلدان مطلوب من أهلها أكثر مما هو مطلوب من غيرهم بحكم قربهم الذي يؤثر ويحسب له حساب جيد وفرق بين التفاعل يحصل في أندونيسيا مثلا يشكر يذكر فيشكر ورضي الله عنهم وبين التفاعل يحدث قريبا من ما يحصل في غزة في حساب الأعداء ومنطقهم يؤثر يعني التفاعل يؤثر ما بين بلد وآخر المحافظة على التفاعل المؤثر كل بما يستطيع وعلى بذل الأموال وعلى بذل الأموال في نصرة المستضعفين من المؤمنين في غزة وسد حاجتهم هذا أمر يجب أن يحافظ عليه غاية المحافظة وتمام المحافظة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الفرج والنصر وأن يهلك المفسدين الظالمين المجرمين الذين طغوا وأكثروا في الأرض الفساد ونسأل الله أن يصب عليهم سوط عذاب إنه لبالمرصاد اللهم يا ربنا إنا نحمدك ونثني عليك ونستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك ونسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد